مولدوفا كان الناس خائفين من انتقال الحرب إلى بلادنا لم نكن نعرف ما سيحدث غدا جعر سكان مولدوفا بالخطر انتشرت الإشعاعات بأن بلادهم هي هدف بوتن التالي الحرب قريبة حقا قد تنتهي الأمور بشكل سيء والاحتمالات كلها واردة هل خوف المولدوفيين على استقلال بلادهم مبرر؟ وهل تستطيع هذه الدولة الصغيرة الصمودة أمام ضغوط روسيا؟ أثار الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 المخاوف في مولدوفا المجاورة في اليوم التالي لانطلاق الغزو ظهرت رئيسة البلاد على شاشة التلفزيون مساء الخير؟ مساء الخير سيادة الرئيسة ساندو ماذا يحدث في منطقتنا؟ لدينا حرب في أوكرانيا ونشاط عسكري بالقرب من حدود جمهورية مولدوفا إنه تهديد لبلدنا ونحن نراه تهديداً شديد الخطورة كان الخطر كبيراً وكذلك الاستعداد للمساعدة في منطقة صناعية في ضواحي العاصمة كيشيناو نزور شركة أنوتولي ديكوسار يساعد رجل الأعمال اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الحرب لقد أقام مستودعاً للملابس في مصنعه بعدما زار معبراً حدودياً في اليوم الأول من الحرب عندما وصلنا إلى هناك صدمت حين رأيت امرأة في ثياب النوم وقد لفت عليها بطانية تتدلى منها شرائح جليد كان الثلج يتساقط والبرد كاد يفتك باللاجئين استدعيت أصدقاء من قرية كوشنيتسا انطلقت سيارات كثيرة وجلبنا ثلاثمائة شخص إلى القرية لكن بعد أربعة أيام لم يعد هناك مكان للاجئين فتح عدد كبير من سكان القرية منازلهم للفارين من الحرب بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب بدأت شركة ديكوسار تعاني من أثارها إذ بلغ معدل التضخم 30% بحلول خريف عام 2022 تختص شركة أناتولي ديكوسار في صناعة آلات لمعالجة الزيوت الأثيرية ولديها زبائن في أوروبا الغربية لقد وقعنا العقودة وقمنا بحساب أسعارنا قبل الوباء خلال الجائحة ارتفعت الأسعار ولم تؤدي الحرب سوى إلى تفاقم الأمور تضاعفت أسعار المعادن والكهرباء ولم يعد بإمكاننا تغطية التكاليف الإنتاج حياة خبير تكنولوجيا المعلومات ومدون الفيديو فوفا كرمانوف تغيرت أيضاً عندما بدأت الحرب توقفنا عن إنتاج الموسيقى في السابق كنا نصنع وننشر فيديوهات موسيقية لدي أنا وأصدقائي فرقة لكننا لم نغني منذ الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 تبدو فيديوهات فوفا كرمانوف الموسيقية اليوم وكأنها من حياة سابقة وليت كانت الحياة رائعة قبل الحرب لا أستطيع تصديق ما جرى ولا أفهم أسبابها أصور فيديوهات عن الرحلات في مولدوفا وخارجها منذ زمن طويل لكن منذ اندلاع الحرب فقدت الرغبة في مواصلة ذلك منذ ذلك الحين يولي كرمانوف اهتمامه بالوضع السياسي في مولدوفا بشكل مكثف تعتبر ترانس نيستريا المنطقة الانفصالية في مولدوفا مثل دونباس تقريباً أردت معرفة تركيبة الصراع في المنطقتين وما إذا كانت القومية والكراهية قد تسفر عن حرب هنا أيضاً هكذا نشأ هذا الفيديو ما هي ترانس نيستريا؟ إنها منطقة انفصلت عن مولدوفا في التسعينيات يقول المجتمع الدولي إنها ملك مولدوفا لكن مولدوفا لا تسيطر عليها في عام 1992 اندلعت حرب هناك تمركزت القوات الروسية في المنطقة منذ ذلك الحين كل هذا يجعل ترانس نيستريا قابلة للمقارنة مع النقاط الساخنة الأخرى في الاتحاد السوفيتي السابق دونباس وناغورنو كارباخ وأبخازيا وأوسيتي الجنوبية على غرار باقي الجمهوريات السوفيتية السابقة أعلنت مولدوفا استقلالها عام 1991 تحد مولدوفا من الشمال والشرق والجنوب أوكرانيا بينما تحدها رومانيا غرباً هذه الدولة الصغيرة هي أيضاً واحدة من أفقر دول أوروبا وهي مقسمة منذ حوالي ثلاثين عاماً على الجانب الشرقي من نهر دينستر تقع جمهورية بريدني ستروفيا المولدوفية المعلنة مستقلة من جانب واحد والمعروفة باسم ترانس نيستريا ويحكمها انفصليون موالون لموسكو في كيشينا وعاصمة مولدوفا استولت الحكومات الموالية لروسيا على السلطة معظم الوقت خلال العقود الثلاثة الماضية لكن مولدوفا الآن لديها رئيسة تجنح بالبلاد نحو الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من عام 2020 تم انتخاب مايا ساندو رئيسة أهم عوض حملتها الانتخابية هي مواجهة الفساد والفقر الذين يعدان أكثر المشاكل إلحاحاً في البلاد تقلدت ساندو منصبها في ظل ظروف صعبة خلال هذا الوقت كان علينا إدارة العديد من الأزمات بعد انتخاب البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة وجدنا أنفسنا في مواجهة أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي هناك مشكلات اقتصادية واجتماعية فتداعيات الحرب كانت وخيمة على جمهورية مولدوفا يسود سياء كبير بين السكان سكان المناطق الريفية هم الأكثر تضرراً إثر الحرب في أوكرانيا في قرية تراسوفا الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنستر تعيش عائلة تشيرني منذ أجيان تعاني إلينا تشيرني وإخوتها من الفقر المستفحل بالطراد كما أن الحرب قريبة جداً وتسبب القلق خلف هذا التل ليس بعيداً عن هنا توجد أوكرانيا كنا قلقين للغاية عندما بدأت الحرب سمعنا ذوي انفجارات عن بعد كنا خائفين وكانت حقائبنا جاهزة للهرب في أي لحظة لم نكن نعرف ما سيحدث تالياً حتى قبل الحرب لم تكن الحياة هنا سهلة فالعيش في بلد منقسم له تأثير على حياة الناس اليومية عندما تزور إلينا تشيرني الأقارب على الجانب الآخر من النهر يتعين عليها المرور عبر نقطة مراقبة حدودية تفتقد السيدة المتقاعدة الأيام التي لم تكن فيها البلاد مقسمة قرية بيلوتشي على الضفة المقابلة تقع في ترانس نيستريا وهي قرية يتحدث أهلها بالروسية وعلى مقربة منها تقع قرية ستروينسي المولدوفية هكذا كنا نعيش مع بعضنا البعض كان هناك الكثير من الثبادل عبر النهر ففي الشتاء يتجمد النهر غالباً يصبح عبوره سهلاً حتى للسيارات وفي الصيف كان الناس يتنقلون بالقوارب كان كل شيء يسير بشكل جيد لكن الأمر تغير في الثلاثين عاماً الماضية اتحول النهر إلى حدود لا يمكن عبورها إلا عبر نقاط محددة على الضفة الشرقية لدينستر في قلب المنطقة الانفصالية تقع أربع قرى لا تزال تحت الإدارة المولدوفية ينحضر أناتولي ديكوسار من هذه المنطقة عندما يزور قريته كوشنيتسا يعبر نقطة تفتيش تابعة لما تسمى قوات حفظ السلام الروسية بالنسبة لنا نحن سكان هذه القرى من المزعج أن نقود سياراتنا ببطء شديد لسبب الحواجز ونقاط التفتيش المزعجة كان من الواجب إزالة تلك الحواجز منذ زمن بعيد أعتقد بأن كوشنيتسا هي نموذج مصغر للتركيبة العرقية لمولدوفا لأنها تضم قوميات مختلفة العديد من التجار في القرية أوكران أو روس أو يهود أو غاغوز أو كزاخ أو أذربيجانيون أو أذريون نحن نعيش حتى يومنا هذا ضمن توليفة عرقية متنوعة هذا منزل عائلة أناتولي ديكوسار عندما كان طفلا كانت مولدوفا لا تزال جزءا من الاتحاد السوفيتي إنه يتذكر كيف كانت اللغة مصدرا للصراع في بلده أمي بأي لغة تحدثت في طفولتك المولدوفية نسميها اليوم الرومانية أنا ذاك كانت المولدوفية لم يسمحوا لنا بالتحدث باللغة المولدوفية كان هناك الكثير من الروس في المصنع لم يسمح لنا بالتحدث بلغتنا كان الروس يحبطوننا دائما ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يصفوننا بالحشرات ومدمني الكحول وبالمولدوفيين القذرين لكن العداء تجاوز اللغة فقد تسببت الظروف الاقتصادية السيئة أيضا في حدوث فتنة يأمل سكان مولدوفا أن يعزز الاستقلال الاقتصاد ويحسن حياتهم لكنهم حتى الآن لم يجنوا أي فوائد يشعر الناس بخيبة آمل كبيرة لأننا انتقلنا من أزمة إلى أخرى في الثلاثين عاما الماضية لم نشهد فترات طويلة من الاستقرار والازدهار نتيجة لذلك لم يعد الناس يثقون بالحكومة بغض النظر عما إذا كانت مؤيدة لأوروبا أو موالية لروسيا إنها خيبة أمل كبيرة العديد من الأشخاص في هذه المنطقة موالون لروسيا أعتقد بأنه يتم التلاعب بهم لأنهم يشاهدون المحطات التلفزيونية الروسية فقط ليس لدي أي تفسير آخر هناك خيبة أمل والدعاية تعمل بشكل جيد في سبتمبر عام 2022 أصبح واضحا كيف يستغل استياء الناس حين وصلت حافلات محملة بالناس من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة للاحتجاج على الحكومة الموالية لأوروبا تم تمويل تلك المظاهرات من قبل المعارضة المحسوبة على روسيا أقيم معسكر خيام أمام البرلمان للمتظاهرين مقابل أجر حتى يتمكنوا من البقاء على مدار الساعة في عصر اليوم اندفع الحجد فجأة باتجاه مدخل القصر الرئاسي طلبوا باستقالة الرئيسة مايا صندو ورددوا نحن الشعب يجب أن يتوقف هذا نطالب باستقالتك استقيلي يردد الحجد مفاهم الدعاية الموالية لروسيا الحرب ليست محركة تضخم بل الحكومة المولدوفية منذ وصول مايا صندو إلى السلطة أصبحنا نجهد للبقاء على قيد الحياة ارتفعت الأسعار أشتري لترا من اللبن وبعض الخبز وأعيش عليه ثلاثة أيام يجب أن تزحف إلى بوتن على ركبتيها كالسرصار وتطلب منه الغاز يعمل بوتن حقاً للشعب يشن الحرب لكنه لا يقتل المدنيين أنا مع روسيا وبوتن لأنني أستطيع أن أرى أنه يفعل كل شيء من أجل الشعب كنت في كثير من الأحيان في أوكرانيا ولم أشاهد أي أعمال حرب الحرب تدور فقط في التلفاز وعلى موقع الفيسبوك ما مقدار التأثير الخارجي في الاحتجاجات؟ اتخذت رئيسة مولدوفا موقفاً واضحاً الاحتجاجات التي نشهدها اليوم ينظمها أشخاص فاسدون سرقوا الكثير من هذا البلد تركوا أرضنا فقيرة ثم فروا والآن يستغلون الفقراء من خلال إعطائهم القليل من الأموال التي سرقواها منهم وفي الوقت نفسه يعيشونهم حياة فاخرة في الخارج ويستخدمون الناس لزعزعة استقرار هذا البلد من بينهم السياسي المثير للجدل إلى عنشور المتهم بتمويل الاحتجاجات شور لص مكانه السجن مايا ساندو هي رئيستنا جئت للدفاع عن حكومتنا يتلقى هؤلاء المال ليكونوا هنا هم مستعدون لقتل أمهاتهم مقابل المال المجتمع منقسم بعمق وتداعيات الحرب الأوكرانية تتضح بشكل متزايد في هذا البلد الفقير تعتمد مولدوفا على الغاز الروسي بالكامل تقريباً لكن شركة جازبروم الروسية الحكومية رفعت الأسعار بينما خفضت عمليات التسليم بشكل كبير وهددت في الخريف الماضي بقطع إمدادات الغاز عن مولدوفا تماماً وهناك نقص في الكهرباء بشكل متزايد كما أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين يمثل تحدياً إضافياً إذ عيشوا حوالي مائة ألف منهم في مولدوفا منذ شهور وهو عدد ضخم بالنظر إلى أن إجمالية عدد سكانها يبلغ مليونين وستمائة ألف نسمة فقط وإلى جانب كل هذه التحديات تفتقر البلاد إلى الموارد الضرورية لهذا السبب تقدمت مولدوفا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا في يونيو عام 2022 منحت مولدوفا وضع مرشح للاتحاد كما أشاد البرلمان الأوروبي بموقف مايا سندو المؤيد لأوروبا هذه الحرب نتيجة لمخططات جيو سياسية تهدف لإعادة تشكيل المنطقة وتقسيمها إلى مناطق نفوذ نحن نؤيد سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا كما فعلنا دائما القرم هي أوكرانيا دونباس هي أوكرانيا كييف هي أوكرانيا مولدوفا مصممة على البقاء جزءا من العالم الحر نحن جزء من أوروبا ومع ذلك لا تزال مولدوفا بعيدة عن الإيفاء بالمعايير الأوروبية لا سيما في المناطق الريفية فحتى يومنا هذا لا توجد مياه جارية في قرية تراسوفا ولا تعرف إلينا تشيرني وضعا آخر لم تكن هناك مياه في البئر خلال فترة الجفاف هذا الصيف وإذا ملأ أحدنا ثلاثة دلاء أو أربعة فلن يجد جاره سوى مياه موحلة هذه هي الحال في الصيف توجد في القرية محطة مياه تدخل ماء من النهر حصريا لصالح شركة صناعية كان من المفترض أن يستفيد السكان من مياه النهر لكن حظهم أقل من جيرانهم في القرية المجاورة وهذا ليس من قبل المصادفة بقيت قرية تراسوفا لسنوات من دون مياه توسم الناس خيرا برئيس بلدية جديد إذ دعا لجمع المال لتوفير مياه الشرب للسكان ذهبت بنفسي إلى الناس واستجديت أموالهم وبعد مرور عام لم يتغير شيء طلبت من العمدة إعادة أموالنا إذا كان المشروع قد التغى لكنه زعم بأن المشروع قد اكتمل ولا مجال لإعادة الأموال تجربة إلينا تشارني ليست استثناءا فاستشراء الفساد في البلاد جعل سكانها يشعرون بمرارة لا تنتهي وبينما تغتني قلة من سكان مولدوفا تزداد غالبيتهم فقرا منذ أن ارتفعت أسعار الغاز تطهو إلينا تشارني على موقد الحطب في فناء منزلها ولأن معاشها التقاعدية لا يتعدى مئة يورو شهريا توجب عليها الاعتماد على عيش تضامني بينها وبين أقاربها لدينا أبناء يعيشون في الخارج يساعدوننا عبر إرسال بعض المال ومنه نشتري ما نحتاجه ليس بإمكاننا العيش لمدة أسبوع على معاشاتنا التقاعدية إنهم ممتنون للمساعدة لكنهم يفتقدون أقاربهم ابني يعيش في تشيك أخي في موسكو وأبناء عمومتي أيضا لدى أختي ابنة نعم لدي ابنة في إيطاليا تزوجت هناك نادرا ما نرى بعضنا البعض هذه هي الحياة يغادر الناس ويغادر الشباب بعدم وجود بنية تحتية هنا لا شيء على الإطلاق نقص فرص العمل أكثر شيء يثير غضو الناس استمرت للطرابات في كيشيناو لأسابيع لم يكن سرا أن الناس كانوا يتلقون المال للاحتجاج مع تحديد أسعار يومية ومكافأة على البقاء في ساحات التظاهر ليلا ونهارا رقبت الشرطة التطورات لكنها لم تتدخل يدعم هؤلاء المتظاهرون السياسية الشعبوية إيلان شور لقد أدين بسرقة مليار دولار من بنوك ملدوفية اختفى المال وهرب شور من البلاد حكم عليه غيابيا بالسجن لخمسة عشر عاما عدد قليل فقط من المرة يجرؤون على قول هذا للمحتجين وجها لوجه لماذا هرب شور؟ لقد سرق ثلاثة بنوك لا أصدق ذلك منذ أن دخل السياسة لم ينسى الناس أبدا لقد انتخبنا مايا ساندوه هل انتخبها الشعب؟ نعم الشعب هنا نحن نتفق معها أنت فقط لا آخرون أيضا أين هم إذن؟ إنهم يعملون أنت لا تعملين تحصلين فقط على المال على أربعمائة ليف في اليوم وألفين في الليلة أنت لا تعرفين شيئا لماذا؟ لتواجدي هنا لأنك تحصلين على المال ما هي أسباب هذه الانقسامات العميقة؟ لاحظنا وجود شاشة أمام المعتصمين تعرض دعاية طوال الوقت إلى انشور حاضر في كل مكان والقناة السادسة مملوكة لأحد مؤيديه وتنشر دعاية موالية لروسيا المحتوى مشابه لما يتم عرضه للأشخاص في ترانس نستريا يحدث كل ذلك مع أن ملدوفا أوقفت ترخيص القناة السادسة في ديسمبر الماضي لا يسمح لنا بالتصوير رسميا في هذه المنطقة الانفصالية لا يسمح لنا بالزيارة إلا لعشر ساعات كحد أقصى كسياح لذلك نحن نصور بكاميرا خفية يعمل المرشد السياحي مكسيم تشوماك في ترانس نستريا اتصلنا بالعديد من المرشدين السياحيين هناك لكننا لم نجد سوى مكسيم لمرافقة عبر المنطقة في ظل الظروف الراهنة لا تنقل وسائل الإعلام لدينا شيئا عن الاحتجاجات في كيشيناو لدينا سياساتنا الخاصة ورئيستنا وبرلمان ترانس نستريا وهياكل سلطتنا الخاصة ما يحدث على الجانب الآخر من النهر لا يؤثر علينا ترانس نستريا أقرب إلى روسيا من حيث الروح مولدوفا أقرب إلى أوروبا يعيش حوالي خمسمائة ألف شخص في هذه المنطقة الانفصالية التي تعتمد سياسيا واقتصاديا على روسيا يحمل معظم الأشخاص هنا الجنسية الروسية أيضا ترانس نستريا قليلة السكان ويعيش معظمهم من الزراعة الحدود الأوكرانية ليست بعيدة من هنا يمكنك أن ترى نقاط الحدود هذا هو الشريط الحدودي بين ترانس نستريا وأوكرانيا توجد دوريات حدودية هنا كما هي الحال في كل دول العالم يتمركز ألف وخمسمائة جنديا روسيا في ترانس نستريا سنتوجه إلى مستودع كوباسنا للذخيرة والذي يعد أحد أكبر مخازن الأسلحة في أوروبا الشرقية ويحتوي على حوالي عشرين ألف قطعة سلاح لا أحد يعرف ما إذا كانت روسيا تخطط لاستخدامها يوما ما وضد ضمن إنه مكان صغير يعرف بمستودع الذخيرة والذي تم بنائه خلال الحقبة السوفيتية ورثته ترانس نستريا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تتم مراقبته عن كثب من قبل وزارة العدل لدينا وقوات حفظ السلام الروسية لقد قيل الكثير عن تفكيك المستودع لا أعتقد أن هذا ممكن الآن من دون استفزاز الناس على هذا الجانب من النهر أو الجانب الآخر لا يمكننا حل نزاع ترانس نستريا طالما بقي الجيش الروسي على أراضي جمهورية مولدوفا نحن المؤسسات الشرعية في البلاد نطالب بانسحاب القوات الروسية منذ عقود كما نطالب بتدمير الأسلحة المخزنة في كوباسنا والتي تشكل خطرا كبيرا على جمهورية مولدوفا والمنطقة بأسرها أتمنى أن تصبح ترانس نستريا مستقلة يجب أن تصبح مستقلة تغيرت آراء الناس على مدار الثلاثين عاما الماضية تعتبر اللغة أيضا عقبة لأن الكثيرين هنا لا يتحدثون الرومانية هنا يتحدث الجميع الروسية في عام 1992 أدت حرب ترانس نستريا إلى انفصالها عن مولدوفا لا يزال من الممكن إيجاد شواهد على تلك الحكبة على الحدود المؤدية إلى المنطقة الانفصالية في كوش نتسا اندلع قتال عنيف أنذاك بين الجيش الروسي والانفصاليين الموالين لموسكو من جهة وأولئك الذين يدافعون عن مولدوفا من جهة أخرى هذه هي الشواهد على تلك الفترة هنا حفر الرجال ثقوبا لإطلاق النار يمكنك أن ترى المسافة بينهما حوالي أربعة أمتار لأنه لم يكن هناك الكثير من الجنود كما تمركز الناس على سطح المبنى كان هذا مركز دفاع القرية ما يحدث في أوكرانيا الآن مألوف بالنسبة لي في ذلك الوقت كان لدينا الكثير من اللاجئين الذين فروا إلى كيشناو أو رومانيا أستطيع أن أتذكر رعب الناس وخوفهم جيدا ما يحدث الآن يعيد إلي تلك الذكريات المؤلمة شارك ابن عمي أناتولي ديكوسار في القتال في ذلك الوقت اقترب الانفصاليون من القرية وأطلقوا النار في الهواء ببنادقهم الألية لتخويف السكان في اليوم التالي ذهبنا إلى مركز الشرطة وأعطونا أربع رشاشات لأنه لم يكن لدينا أي شيء استخدمنا هذه الأسلحة لأجل الدفاع أرسلت الشرطة تعزيزات من كيشناو وهكذا تمكننا من صد الانفصاليين ومنعهم من الدخول إلى قريتنا في عام 1992 تألفت القوات المسلحة لجمهورية مولدوفا الفتية من جنود ومتطوعين مبتدئين بالنسبة للجيل الأكبر سناً لا تزال ذكر هذه الأوقات الحاسمة حية في أول مرة ذهبت فيها إلى الخطوط الأمامية لإصال الطعام تعرفت على شرطي وقرر مرافقتي إلى الجبهة لا أحد كان يريد الذهاب إلى هناك قلت له لست خائفة وعندما وصلنا كان المتطوعون يجلسون في الخنادق حول النار ويجففون ملابسهم وجواربهم لا يمكنك أن تشعر بأي شيء سوى الشفقة على هؤلاء المساكين المرابطين هناك ذات ليلة جاء الكثير من الانفصاليين بالبنادق الآلية أطلقوا النار عشوائياً فقتلوا وجرحوا كثيرين كانت حرب الترانس نيستريا قصيرة ودموية بقيت كوشنيتسا مع مولدوفا بينما انفصلت ترانس نيستريا وجنحت نحو روسيا صمدت اتفاقية وقف إطلاق النار منذ توقيعها في الحادي والعشرين من يوليو عام 1992 لكن بعد ثلاثين عاماً بدأت الحرب تهدد السلام الهشة في مولدوفا أصبح تأثير حرب أوكرانيا على مولدوفا واضحاً عندما أعلنت روسيا عن تعبئة جزئية لجنود الاحتياط في سبتمبر عام 2022 وهذا يعني أنه يمكن تجنيد شباب مولدوفا ممن يحملون الجنسية الروسية هاربون من الخدمة العسكرية هكذا يصفون الآن أقرباء في روسيا حتى من يحملون الجنسية المولدوفية واجهوا صعوبة في مغادرة روسيا كانت هناك طوابير طويلة جنسيتهم المزدوجة لم تستثنهم من التعبئة العسكرية كانوا متوترين للغاية غادر مئات الألاف من الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية روسيا خوفاً من استدعائهم وفر معظمهم إلى البلدان المجاورة إلى كازاخستان أو أرمينيا أو جورجيا وثق فوفا كارمانوف الهجرة الجماعية في مدونته قبل يوم من بدء تفعيل التعبئة كنت عند نقطة التفتيش الحدودية الوحيدة بين روسيا وجورجيا حيث كانت هناك حركة كبيرة تحدثت مع الناس الذين وصلوا إلى تبليسي قمت بتصوير فيديو أيضاً هكذا كان المشهد على الحدود أثارت التعبئة الروسية حالة من التوتر في جمهورية مولدوفا لسيما في ترانس نستريا خطر تجنيد المواطني مولدوفا في المقاطعات الشرقية من البلاد وارد لمنع مثل هذه الإجراءات نحن ندرس إمكانية سحب الجنسية المولدوفية من أولئك الذين يحملون جنسية مولدوفا وجنسية الاتحاد الروسي ويقاتلون إلى جانب المعتدي لا أعرف تماماً من الذي يسعى إليه قادة روسيا والدول الأخرى لكن هذه الصراعات متشابهة جداً ليس من قبيل المصادفة أننا جميعاً منقسمون مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا وأذربيجان وأرمينيا يجزم فوفا كارمانوف برجاحة الرأي القائلي بأن روسيا تقسم مجتمعات ما بعد الاتحاد السوفيتي بشكل منهجي نهاية أكتوبر عام 2022 اقتربت الحرب في أوكرانيا أكثر من مولدوفا سقطت أجزاء من صاروخ روسي أطلق على أوكرانيا في قرية قريبة من الحدود تسببت الشضايا في تدمير نوافذ العديد من المنازل شمال مولدوفا لكن لم يصب أحد بأذن فالنظام الأوكراني المضاد للطائرات أسقط الصاروخ الروسي جاءت الرئيسة ساندو إيلانا سلافتشي للاطلاع على الوضع بنفسها مصدر الصاروخ من أوكرانيا ما علاقة روسيا بذلك؟ علينا التفريق بين من يدعم الحرب ومن لا يدعمها نحن لن ندعم الحرب لماذا الكهرباء أرخصوا أربع مرات في أوكرانيا؟ لا توجد كهرباء في أوكرانيا تفتقر كييف ومدن أخرى للمياه والكهرباء والتدفئة في الشتاء ستقدم حكومة مولدوفا تعويضات عن تكاليف التدفئة لن يحصل عليها الجميع لماذا؟ دعمنا العام الماضي وسنزيد الدعم هذا العام يفهم الناس كل شيء لكننا نعاني سيكون هذا الشتاء قاسيا بسبب الحرب لأن الأسعار ارتفعت بسببها نحن دولة صغيرة وعلينا أن نتحد معا في هذه الأوقات الصعبة وسننجح في ذلك شكرا لكم في غضون ذلك قامت الشرطة بتفريق الاعتصام أمام البرلمان لكن المشاكل لن يتم التخلص منها بهذه السهولة في نوفمبر عام 2022 تفاقمت أزمة الطاقة في عقاب الهجمات الروسية الهائلة على نظام الطاقة الأوكراني باتت مولدوفا تعاني أيضا من نقص الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي فقط بفضل الدعم المالي من المجتمع الدولي يمكن للحكومة تعويض أصحاب المعاشات وذوي الدخل المنخفض عن تكاليف الطاقة المرتفعة في الشتاء لكن الغلاء ضرب أطنابه في قطاعات الحياة الأخرى اضطر الرجل الأعمال أناتولي ديكوسار إلى تعليق الإنتاج في شركته كانت تكاليف التدفئة والطاقة مرتفعة للغاية نحن في سبات في الوقت الحالي لا يوجد أي تقدم لا شيء كلنا ننتظر شيئا ما لكننا لا نعرف ماذا تحديدا لا يوجد استقرار فيما يتعلق بعملنا لدينا بعض العقود لكنها معلقة لأن الناس ينتظرون ليروا ما سيحدث لا توجد أي استثمارات إنها مشكلة كبيرة وتعني أننا نواجه طباطئا اقتصاديا صعبا على الرغم من الوضع الاقتصادي القاتم لا يزال أناتولي ديكوسار يدعم اللاجئين الأوكرانيين ولكن إلى متى سيتمكن من مواصلة ذلك الأمر؟ فهو أيضا يحتاج إلى رؤية بعض الضوء في نهاية النفق في فبراير عام 2023 تزايدت التهديدات الأمنية لمولدوفا إذ كشفت الرئيسة مايا ساندو عن تفاصيل مؤامرة روسية للإطاحة بحكومتها الموالية لأوروبا قامت أوكرانيا بتنبيهها إلى مخطط انقلابيا قالت إنها اعترضت بشأنه اتصالات للمخابرات الروسية تضمنت الخطة أعمال تخريب وتدريب عسكريين متنكرين بزي مدنيين لتنفيذ أعمال عنف وشن هجمات على مباني حكومية واحتجاز رهائن بينما تتواصل المظاهرات من قبل ما يسمى بالمعارضة لإشغال الأجهزة الأمنية وبهذه الطريقة يتم تغيير السلطة في كيشناو في مارس عام 2023 بدأت موجة جديدة من الاحتجاجات المؤيدة لروسيا كانت المشكلة هذه المرة اللغة الرسمية لمولدوفا صوت البرلمان على أنه لا ينبغي أن يطلق عليها المولدوفية كما كانت في العهد السوفيتي بل الرومانية كانت خطوة أخرى اتخذتها الأغلبية البرلمانية المؤيدة لأوروبا لإبعاد نفسها عن تراث مولدوفا السوفيتي وبالتالي عن روسيا أيضا مولدوفا مولدوفا يرقب فوفا كارمانوف الاحتجاجات في العاصمة بقلق الوضع في البلاد مقلق كانت اللغات دائما في المقدمة إنها مصدر الطراب الحرب قريبة حقا قد تنتهي الأمور بشكل سيء كل المؤشرات تدل على ذلك الوضع مرشح للتفاقم وهناك من يواصل صب الزيت على النار أنا قلق للغاية لرؤية هذا الرومانية هي لغتنا الوحيدة نحن مولدوفيون لغتنا هي المولدوفية خاونا لغتنا هي الرومانية المولدوفية هذا يدل على الاستقطاب وسرعة التوتر لقد نمى اقتناعي بأن مولدوفا ستنجر بشكل أعمق إلى الصراع هذا العام في بداية الحرب كان الخوف عظيما منذ ذلك الحين اعتدنا للأسف على الحرب أتحدث الآن بهدوء عن حقيقة أن شيئا ما قد يحدث هنا مولدوفا 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 هل تعمل روسيا حقا على تعزيز الصراع في مولدوفا على أمل إسقاط حكومتها المولية لأوروبا؟ هذه الفرضية تؤكدها تقارير حول وثيقة استراتيجية للكرملين تتضمن خطة فعلية لزعزعات استقرار مولدوفا لسنا مهددين بالعدوان العسكري اليوم لكن لأن روسيا لا تستطيع الوصول إلى حدودنا فإن الكرملين يشن حربا هجينة ضد جمهورية مولدوفا في الوقت نفسه تحدث أشياء جيدة أيضا لقد نجحنا في اجتياز فصل الشتاء على الرغم من ابتزاز غاز بروم وارتفاع الأسعار وعلى الرغم من محاولات زعزعة الاستقرار وكذلك رغم محاولات روسيا لإسقاط الحكومة المنتخبة ديمقراطيا أريد أن يفهم الجميع طريقنا الوحيد للازدهار والسلام والحرية والاستقرار هو العضوية في الاتحاد الأوروبي لكن انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيد المنال ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا أصبح من الواضح أن روسيا لا تريد التفريط في نفوذه على هذه الجمهورية الصغيرة لذا سيتوجب على مولدوفا النضال من أجل مستقبلها لفترة طويلة قادمة اشتركوا في القناة